بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا ومرحبا بكم في دار الإفتاء المصرية ورد إلينا في دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة عن الوقت المناسب لصلاة الاستخار إيه هو أفضل وقت لصلاة الاستخار للإجابة عن هذا السؤال نقول إن الشرع الشريف طلب من الإنسان إذا أقدم على أمر ولم يدر الصواب فيه أن يستخير الله سبحانه وتعالى يعني يصلي ركعتين بنية الاستخارة يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص ثم بعد أن يسلم يعني بعد أن ينتهي من هذه الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة المعروف هذه الصلاة ينبغي أن تكون في غير الأوقات المكروهة للصلاة طب إيه أفضل وقت نصلي في الاستخارة أفضل وقت نصلي في الاستخارة قبل صلاة الفجر يعني في التلت الأخير من الليل الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى سماء الدنيا في هذا الوقت ويقول ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر فأفضل وقت لصلاة الاستخارة التلت الأخير من الليل ده أفضل وقت نصلي في الاستخارة والوقت ده إن شاء الله الدعاء فيه مرجو القبول استجاب الله دعاءنا ووفقنا إلى ما يحبه ويرضاه هذا والله تعالى أعلى وأعلم دار الإفتاء المصرية